ترجمة نانسي قنقر 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 إذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه إفساد الطبيب لأن الجرح بدون تنظيف إذا خيط يتقيح بعد مدة وينفجر ويتبين فيه الإهمال الأول في العلاج إننا نحتاج في كثير من الأحيان أيها الإخوة إلى فريق لإدارة الأزمة إننا نحتاج إلى من يدير الحل إن وجود طائفة من حلالي المشكلات في المجتمع الآن مهم جدا إن الناس يعانون من مشكلات نفسية مشكلات مالية مشكلات زوجية اجتماعية وهكذا ولا بد من وجود أهل فقة وأهل خبرة يرجع إليهم الناس لا بد أن نتعلم طريقة الاستقراء والفحص الشامل والعمق في النظر وكذلك عدم تضخيم المشكلة التضخيم أكثر من الحقيقة لأن الشيطان يهول في نفس الإنسان المصاعب وربما تكون القضية بإمكانه السيطرة عليها وهذا العائق بإمكانه أن يتخططه لكن الشيطان ينفخ في صدره ليهوله له ليحزن الذين آمنوا وأحياناً يكون ضعف الإيمان سبباً في تهويل المشكلة في النفس أو أن ينظر إليها بنظرة غير نظرة الشريعة رأى رجل من المسلمين في معركة الياربوك كثرة الروم فقال ما أكثر الروم وأقل المسلمين إنه نظر إلى العدد فقط إنه نظر نظراً ظاهراً فقط لكن هذا الواحد من المسلمين بإيمانه كم يعدل وأولئك الزبد الذي يذهب جفاءً أولئك الكثرة الذين قلوبهم خاوية لمن طوت عليه من الكفر ولذلك بادر خالد قبل هذه العبارة المحبطة أن تنتشر فقال له بل ما أكثر المسلمين وأقل الروم ولما رأى رجل قرحة في يد محمد بن واسع فزع منها فقال محمد بن واسع هذه قرحة تنبجس بالقيح والصديد إنها منظر مؤلم يستذر الشفقة إنه مزعد يؤلم النفس فقال محمد بن واسع الحمد لله أنها ليست في لساني ولا في طرف عيني فكلما نظرت إلى ما كان يمكن أن تأول إليه المشكلة لو كانت أصعب أعقد أسوأ حمدت الله على ما أنت فيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر